السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيب النهاردة في فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله للتخصيص تخصيص الجسم وتخصيص البطن ان شاء الله بطني مسطحة تخصيص لايه كله عن كيلو في اليوم ان شاء الله يلا تابعين الاخر فيديو الوصفة النهاردة جميلة جدا ان شاء الله باذن الله ولو انت اول مرة تدخلوا لقناتي ما تنسيش تشترك معي وضغط على زر اشتراك او سبسكرايب عشان كل فيديوهاتي يتوصل لك ان شاء الله ولو اجبك الفيديو تنسيش تحط العيكوشير لصحابك عشان يستفادوا ايه زي ايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مشروب حلوة اوي للتخصيص ما تستغربوش من المكونات اللي احنا جايبينها دي هقولك كل حاجة هتعملي بها ايه بالزبط طبعين الاخر فيديو النهاردة هتستفادي والوصفة دي موصوك فيها مية في المية بتخصيصك ان شاء الله باذن الله وبطن مسطحة كمان هنعمل النهاردة كريم حلو قوي للناس اللي بتعاني من الكرش او من الارداف الاماكن دي بتبقى عايزة كريم ان انت تدهينيه برضو وينزلك الدغون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن او منطقة الارداف فالنهاردة ان شاء الله هعمل معاكم مشروب وهنعمل كمان كريم وهقولك على حدات جميلة جدا في الوصفة دي يلا تابعوني هنعمل مع بعض المشروب الاول وبعد كده هنعمل الديهان وهنقول هنستخدم ايه امتى وازال يلا بينا نبدأ نعمل الوصفة اول حاجة هحتاجة معايا في الوصفة دي ان شاء الله هو صوبع واحد من الموز زي ما احنا شايفين كده طبعا هنقشره وهناخد صوبع الموز بدون القشر القشر ده احنا كنا قلنا قبل كده ممكن تعملي بيه تأشير للبشرة بتضيفي عليه معلقة من السكر بتقطعيه مقعبات كده انا هكدت عاملة فيديو قبل كده والحمد لله والله يوصل لأكتر من نص مليون مشاهدة اه وبتضيفي عليه اه معلقة سكر وبتمسحي بيه بشرة الجميل جدا جدا بيزير الجلد الميت وبيخلي البشرة صافية وجميلة قوي بس احنا دلوقتي مش موضوعنا الوصفة للبشرة احنا النهاردة وصفة للتخصيص انا معايا هنا زي ما انتم شايفين صوبع الموز كده طبعا اشارته وهبدأ اقطعه واحطه في الكبه بتاعتي كده اهو صوبع واحد قوي كفاية خالص للوصفة بتاعتنا دي اه تاني حاجة بقى هضيفها النهاردة معايا في الوصفة دي الجنزبيل الجنزبيل او الزنجبيل زي ما بنسميه انا هاخد معايا قطعه هقولك اهو قطعه مسلا قدي دي كده هناخدها معانا بقى نقطعها في السكينة كده طورت بعيد اهي هنبدأ نحاول نحن نقشرها برضه كده بالشكل ده اهو هي القطعه زي دي كفاية اوي هبدأ قطعها على صوبع الموز بالشكل ده اهو طبعا الجنزبيل الفرش ده بتجيبينه من عند العطار او من السوبر ماركت تمام ثالث حاجة معايا بقى في الوصفة دي انا هحتاج ليمونة اهي وليمونة كاملة هنعصر ليمونة كاملة اللمون حلو قوي قوي للتخصيص تمام هنطلع على البزر بس بتاعه مشروبه ده بقى طعمه طحفة 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 هيعجبكوا قوي 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 وان شاء الله هتوصبح دي ويجب معاك نتيجة حلوة ماشي انا معايا هنا اللمونة نحط اعصر اللمونة كده بقى انا حطيت موز وحطيت جنزبيل وحطيت ليمونة تمام اهو نعصر اللمونة بس كده معايا اهو ماشي ومعايا هنا نص كوب مياه نص بس مش عايزين كوب كامل اهو نص كوب بس عشان احنا عايزين الحاجة تبقى مركزة معايا وهبدأ بقى اطحن المكونات دي وفرومها كويس قوي البصل ده انا هقولك هتستخدمين في ايه دلوقتي يلا بنا هنتحن الاول المكونات بتاعيتنا دي ويبقى معايا مشروب طحفة قوي هقولك هتستخدمين ازاي شايفين بقى ده العصير اهو بعد ما عملته اهو عايز اقولك ان طعمه جميل جدا 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 اهو شايفين طعمه طحفة جدا الجنزبيل الفرش ده بيبقى طعمه حلو قوي عن الجنزبيل البودر لو انت ما عندي كيش جنزبيل فرش ممكن تستخدم الجنزبيل البودر بس على فكرة انا يعني انا شخصيا بحب قوي 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 جنزبيل فرش ده بيبقى يعني مزاقه جميل جدا وبيبقى حلو قوي اه بيخليك تشرب الحاجة كده وانت مبسوطة منه تمام ده بالنسبة لأول وصفة معايا اللي هو العصير اهو العصير ده هستخدمه ازاي بقى هستخدمه كل يوم ان شاء الله قبل الفطار قبل الفطار بنوز ساعة هشرب المشروب بتاعي ده ريباني الطعمه روعة 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 تمام الموز احنا عارفين عن غير ريء بيبقى تخصيص حلو قوي ولكن احنا النهار ده ضيفنا عليه الجنزبيل طبعا معروف برضو للتخصيص والليمون كمان مفيد جدا جدا للتخصيص يعني تلات مكونات على بعض تحفة ان شاء الله طيب انا معايا هنا بقى معايا البصل ده زي ما انتم شايفين كده ومعايا البصل ده اللي موجود عندك الوليون اللي متوفر عندك هتستخدميه تمام هتستخدميه ازاي بقى البصل ده وحنستخدمه ازاي كل يوم مع وجبة الفطار حول تكلي وحب يعني واحدة من البصل كده ها تمام بس هتاكلها ازاي بقى عايزك تخرطيها تمام هبس بقى قلوكم الحاجة عملي عشان ايه تبقى عارفين تعملو ايه ماشي انت هتوضب الفطار بتاعك عادي ان انت بتفطري به تمام طبق السلطة ده اساسي طبعا في وجبة الفطار اه لو انت عندك من البصل ده اهو هتخرطيه كده شرايح بالشكل ده اهو كده وهتعصري عليه ليمونة اهو هنعصر عليه ليمون كده وهيبقى معايا كده اساسي كل يوم في وجبة الفطار فيضده حلوة قوي قوي للتخصيص وحلوة كمان لمرضة السكر بيقلل الكروسترول في الدم عايزك انتبحسي عن فوائد البصل وانتي هتعرفي اضيفي عليه برضو الليمون بيديه طعم حلو ومفيد قوي قوي للتخصيص ده بالنسبة للبصل ده او البصل ده طبعا طعمه بيبقى احلى واحسن عايز اقولك انا بموت حاجة سوع بصل تمام فديه هتبقى حاجة اساسية في وجبة الفطار بتاعتك تمام وجبة الفطار هنحط جنبها البصلة دي او لو انت متوفر عندك البصل لان البصل ده طبعا مش موجود دايما ومش موجود عند كل الناس طبعا فانت لو كده استخدمي البصل ده برضو مفيد قوي قوي للتخصيص وبيقلل الكروسترول في الدم كل يوم بصلة واحدة جنب وجبة الفطار بتاعتك وجنب طبق الصلاة بتاعك مفيدة قوي 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 ان شاء الله بازن الله بتنزل الدهون وبتحرق الدهون في منطقة البطن ان شاء الله طيب انا دلوقتي هعمل معاكم بقى كريم حلو قوي كريم اللي انا هعمله ده مكوناته سهله وبسيطة قوي قوي هتشوفي نتيجة كويسة منه باذن الله يلا تابعين لاخر الفيديو متنسيش تحطوا لايكات كتير اول جيجي وشجعوا جيجي عشان نوصل لعشر تلاف لايك للفيديو ده ان شاء الله لو انا بقى عايزة اعمل تخسيس لمنطقة البطن يعني للكرش خاصة الشباب اللي بقى عندهم فيه كرش كبير او البنات برضو هنستخدمون ازاي بقى معايا هنا الجنزبيل بقى البودر الجنزبيل البودر هاخد منه معلقة واحدة بهو ومعايا هنا برضو زيت الزيتون هطيف برضو معلقة من زيت الزيتون بالشكل ده احنا عملنا الوصفة دي كزا مرة وعجبت ناس كتير قوي قوي يعني الحمد لله الحمد لله جابت نتيجة كويسة معاهم الوصفة دي لتخسيس منطقة البطن ده ده هان هنعملو مع بعض وكمان هيحتاج معايا حاجة بسيطة قوي من اي معجون اسنان عندك لان معجون الاسنان ده مفيد قوي قوي برضو بيعمل تنميل للمنطقة اهو كده هضيف كمية زي دي كده اهو وهبدأ بقى اقلب هنقلب بقى مع بعض كده بحيس ان انا امزج المكونات دي كلها مع بعضها كده وهيبقى معايا كريم اهو زي ما انتو شايفين كده اهو ده الادحان اللي انا هستخدمه طيب هستخدمه ازاي طبعا على منطقة نظيفة منطقة البطن حننظفها كويسة قوي ونعمل عليها كمادات بالمية الدفعة يعني هتجيبي فوطة ونجيبي طباق يكون فيه مية سخنة وتعملي كمادات الاول لمنطقة البطن كمادات لازم 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 علشان تفتح المسام في منطقة البطن قبل ما تدهني الكريم بتاعنا ده اه نعمل كمادات مية سخنة يكون حرارة الجسم يعني الجسمك يتحملها كلما كانت سخنة كلما كان احسن لانها بتعمل اه على تفتيح المسام في منطقة البطن وبعد كده هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هندهن الكريم بتاعنا ده على منطقة البطن هبدأ ادهن كده وانا بدهن ادلك المكان كده بالشكل ده يعني مش هحطها كده وخلاص لازم تدعاك كده لمدة خمس دقايق ومتدعك ايش قوي عشان برضو الجلد وكده الناس اللي المجلدها حساس وبعد كده هبدأ اجيب الكيس النيلون اللي انا باستخدمه في اغلفة الطعام وهبدأ الفي بيه منطقة البطن اللي فيها مرة واتنين وتلاتة كلما لفتها اكتر عشان تحس بالصهد وتحس بالعرق وتفتت وتسيح الدون ان شاء الله بعد كده هتجيب المية تاني وتحط فيها الفوطة وتحطي الفوطة وهي سخنة فوق منطقة البطن او ممكن اللي احنا بنستخدمها في مش فاكرة اسمها اللي هي بتاعت اللي احنا بنستخدمها لدرجة الحرارة يعني ما بيبقى في حد سخن اسمها بولبين او حاجة مش فاكرة مش فاكرة اسمها الصراحة هي بتجبن الصيدلية بس انا مش فاكرة اسمها قوي بنحط فيها مية سخنة او مية سقعة حسب ما يكون يعني لو انت عايزة تعملي تبريد او عايزة تعملي تسخن المكان لكن طبعا استخدامنا ده هتحط فيها مية سخنة او لو ما عندي كيش دي عارفة ممكن تجيبي كيس من كياس اللبن وتحط فيه مية سخنة تكون درجة حرارة جسمك تستحملها برضو وتيجي حطها فوق عشان تفضل سخنة معاك لان فوطة هتبرد بسرعة وتيجي حطها فوق ما انت عملتي وغلفتي منطقة تربط وتسبيها لحد ما تبرد ممكن تغيريها تاني او تسخنيها وتحطيها برضو في امرتين تربط عشان تكده بتسعدي على انها تديك تسيح وتفتيت للدهون ان شاء الله وصفة دي موصوك فيها وجميلة جدا ان شاء الله بازن الله نتاجتها حلوة الكريم بتاعنا ده والعصير برضو اللي احنا قلنا عليه برضو جميل جدا وطعمه حلوة قوي قوي وكمان ما تنسيش تكلئ البصل كل يوم في وجبة الفطار بتاعتك مهمة جدا جدا يارب تستفادوا الفيديو بتاعنا وان شاء الله يكون نتيجة حلوة معاكم يارب الفيديو النهاردة يعجبكم يا بنات والوصفة تكون نتيجتها حلوة معاكم اذا اعجبكم الفيديو وتنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لتحقكم وتشاركوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي حسبها لكم في صندوق الوصف ومواقع الجديد على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفات جديدة مع جيجي كل حيات باواي